لنادي الافريقي الذكروا فوذي المغارية الملاعب الكبير الرزقي عمروش زيدا اللي اعطاها شكون اخر يا ربي تجابوا والفنانة تجابوا مثل ثلاثة ملاعبية هذومة من الملاعبية اللي كانوا بالحق ديري فرانس في النادي الافريقي اليوم جمهور النادي الافريقي يحب يحمل مسؤولية لهذا اللاعب اراوا عندك مسؤولية كبيرة اراك جيت من بلد شقيق يزمك تبل المريول ويزمك تشرف بش تدخل القلوب اللي كلوبيسية كل كيف ما تخلفوا دي المغارية وتاجو عفوا الله يرحموا تاجو ورزقي عمروش وتجابوا الفنان تجابوا الزكية التريقة حلوة تريقة حلوة ما ذاك وقت وهذا وقت مشيوا على رواحة من الكبار ذوكم كانوا ينعبوا في الكورة بلايش فلوس بالعقل متنا يمشي تقارن فوذي المغارية ما تلقاش يتاوش كومش تقارن بيه الرزقي عمروش كيف كيف وزوز من العبية عملوا بساج تويل في النادي الافريقي انو فوذي المغارية روا فيز بالرباعية روا مكتب اسمه بالكبير في تاريخ النادي الافريقي رزقي عمروش كيف كيف لعب دولي مجزاري معروف لعب صلب لعب عمل كريير عمل بساج كبير مباراة شهيرة في قرقنا صارت لحيرة لا معنات اي بصراحة حتى اتجابه ملاعبي متخلق وملاعبي كبير فنان كبير اما ما ما اعطاش اضافة لنادي الافريقي عكس الملاعبية الاخرين بصراحة اللي عشت معاهم انا وكنت قريب اعطاولي اضافة اعطاولي اضافة اعطاولي اضافة وحتى الامكانيات اللي جاءوا بها كانوا نفس الامكانيات متاع الملاعبية التوانسة معتها كنتش تسمع الفلوس هذه والمبالغ خاطر تو اراو نسمعوا في مبالغ رهيبة جدا ملاعبية لجانب اللي قاعدين يجيوا كسوا مش تقيق الجزائر او من اي قطر كان قاعدين يتكلفوا برشا على الجماعيات التوانسة بصراحة وين ماشي 10 половين ماشيين اقال الملاعب تعجعها في بيعي في مستوي لم يقص على علاوجة حين نقولoch 25 مليون release اراو اه ن הזה من نفقاcą نضب نفقوه انا قلت الفو ب olla triggers هنا congratulating الطريق مزدج اذا كانوا المزاوز ثانيا في القريب العزل ظنوقوا حتى الجماعية مش نلقوا بطولتنا فلسة فلسة على جميع النوع يلزم نسرعوا بإجراء هالقرار هذية وربما ربما يتطلب حاجة تخرين ويتطلب خانون الهياكل الرياضية اللي نستنعوا فيه أما رأوا بصراحة الإشكال الكبير اللي قاعدين نعانيوا منه ومزلنا مش نعانيوا منه أما مش يكون بطريقة أخطر إذا كان ما نقفوش وما نصلحوش رأنا مش نتقلقوا برشا وكرت قصدن كورت القدم سيسالح مجاوبتنيش على الفيديو لا فيديو هي الفكرة حلوة الفكرة التحفيزية بشي قولولو هاو اللي قبلك اللي سبقوك عشي عاملو للنادي الفريقي أنا صاحبي كانت حاب نوريك فيديو آخر فيديو مؤثر جدا جدا تأثرت به فيديو من عبد الحق بن شيخة يتواجه فيه للنادي الفريقي والجماهير النادي الفريقي ولأن عائلة النادي الفريقي مؤثر جدا 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 جديد هذا جديد بالكل اللي عندي يمزلوا كيبع ثموني بصراحة شي قشع لابدن بصراحة بعد مربح السوبر بعد مربح السوبر بعد مربح السوبر كيفاش يتواجه الجماهير النادي الفريقي ويمكن بعض المباراة هذية بشيء يرفع من معنوات جماهير وجمعية النادي الفريقي وقال لهم رأني تعلمت من النادي الفريقي تعلمت حاجات اللي بعمري ما ننساها والنادي الفريقي في القلب كلم مؤثر جدا يأتي صحة يأتي صحة وبصراحة من ناس اللي جاء وعاش فترة جميلة وجميلة جدا في النادي الفريقي وخلى الاثر طيب فاز باللقب مع النادي الفريقي حسينوا بصراحة كسوى مدربين وإلا لاعبين جزائريين على مستوى النادي الفريقي نحكي عطاوا الإضافة وكانوا إيجابيين بالنسبة كبيرة برشا برشا أمرو اللاعب هذا شو تسمى الاختلاف إنه هذي مر بالبطولة التونسية قبل النادي الفريقي مع التراجي شوفناه بساج متاع ومبعد مع نجم الساحلي الأماكن يظل بشتولي غالية في الهجوم من النادي الفريقي بصراحة على أرويقها كذا خاصة يعني مع طيب الميزاني مع باسام السرارفي مع آدم جرب مع حمدي العبيد يعني شكوم بشي فوق بلاسه طيب نسكن زي ما تخدم معاش فهمة بلاسه جارانتي بصراحة اللاعب خطر عنده البركوسيون وتفرج فيه برشا مع اللي تؤالو حتى كان في أبها يبركوتي برشا يمشي الواحد ضد واحد قوي في ساقي شوفناه حتى ولو ما عداش بساش كبير مع الترجل لكنه ملاعبي في ساقيه عنده ما يقول فيه روحه ويناجم يقدم إضافة لنادي الفريقي خاصة النادي الفريقي في العوام التعداد كان تفتقد الملاعبية من نوعية هذه نوعية هذا المجرب ونوعية مزياني ونوعية سرارفي كانت نخصة فيهم لوم نادي الفريقي ولا عنده لوم بلد يشواء كما يقولون فيها محظوظ المدرب اللي عنده ملاعبية بشوالي كما هذوما إن شاء الله رب يكون مع المدرب لأنه تحت الضغط مباراة هو الوحيد ربما الأكثر واحد تحت الضغط هو سيد السايبي أما يا أستاذ كان من لعبي قد تحكي عليه أنت وأنا كنتش نحكي عليه سبقت من أنت اللي هو لعبي خرجش كمبلت ما والأمال اللي كنا حطينا فيه وكنا نستنى وفيهم خيبوا الأمال وخيب لي أمالي أنا حمدي العبيدي لا 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 مش حمدي العبيدي هو آدم جرب حتى حمدي لا لا آدم جرب لا آدم جرب خطر يزمك تراعب حتى بدنيا بدنيا ولا عنده ميزان زايد ولا بعيد ياسر كل البعد مش آدم جرب اللي يطلع على اللي نبهرنا به الناس كل وتوسمنا فيه الخير وعندهم اللي كاليتي هاولي غيذك أنا برشة ملاعبية عديهم ونخلوا وراه عندك اللي كاليتي وكما جلسوا عندك اللي كاليتي ما تحيرش عليك بالنسبة لي أنا أما أنت يعطاك ربي موهبة كيفاش ملاعبية بهذاك بالمستوى هذاك يولي معاش موجود جملة وشفناها في آخر مشاركة بعيد كل البعد وطوق قالوا لي المعلومات اللي عندي كونه ملاعبية يرزين ملاعبية بعد برشة على المستوى متاعه شنو الأسباب كيفاش من النادي الفريقي واللي ترى الفاني هناك نقطة كبير انت سال خطر يا أستاذ أنا كيبدأ عندي حمد العبيدي ويرجع لي استرارفي وعندي حمد وعندي قرب في الفورما اللي نعرفوها كيفاش لا ماذا هل كان استحق بشنا نعمل انتداب كبير اخر في الخطر اي سيدي به ماشي معاك المزيان وحمد العبيدي وسترارفي ويرجع هم قرب لفورما متاعه شو مش تعمل هم شوان عندك تخمة لا يزمك بانك ماشي معاك اسمع بانك اسمعني مشكلة كانت مشكلة في البنك يوم تحفيزه منطرف المدرم وهنا كما قلت انا هنا عليش نواجه في كلامي شنو اللي خلا قرب المستمع ويتراجع انت في عمرك سهلة سي سالح سهلة اي ملاعبي اذا شفتوا قرش جيرة وقلة انذيبات في حياته الخاصة مغير فلسفة اي ملاعبي اذا شفتوا عمل ريكويل التالي اراه غير منظمة المسؤول اخويا شنو يوسف العلمي بيش يعمل بوديغارد بيش كل واحد يعس عليه فانت كاترور سيف لانت كاترور رك تلع في جمعية كبيرة اسمها النادي الافريقي رك يكون عندك ذمير حي عقلية معطرفة رك تنجم رك بالنادي الافريقي تبني مستقبلك اذا انتي اخويا بعد بونت ولا زوز تعمل ريكويل التالي وقتها غدوي اذا عشت ظروف خاصة وظروف صعبة لا لا يوريها لك رك انتي وصلت ما تعرف صاحبي ما هو الملاعبي قد تقول لي ماشي نحرف وقتاش ينحرف الملاعبي وقت الالقاروح وديلي سي وقتل تبدأ ما عاش تخزر له ولا ما عاش ما عاش كان ما عاش أساسي ما هو الملاعبي وعليش ما عاش ما شوية يا صاحبي الملاعبي ستنتو الملاعبي رو كتسير رك تعيش حاجات ربما كتبدأ تتفرج ومن برأ رك ما تعرف ومش ومتنمش تحكم عليهم راول الملاعبي ستنتو أنا يهمني في حاجة ديما نقولها أعطيني ملاعبي للكاليتين موجودة لورستن تريقين بأنس بنسبة لنا نمن بحاجة نمن بالخدمة ونمن من انضباط خاطر إذا لقيت ملاعبي منضبط ولقيت ملاعبي وعندي أمثلة عديدة نجم نسميهم ملاعبية كانوا مثلا ما همش منضبطين ما كانوا ملاعبية كبار نهارة تلو جور اللي انضبطوا عملوا البتيت تاروا تيران قالوا الانضباط مسألة أساسية اسمعوا معاك الانضباط المسألة أساسية الانضباط الانضباط مربوط بحرس راول الانضباط في الملعب خارج الملعب في الفستير في معاملتك مع زملائك الانضباط مع روحك مع روحك تكون مسؤول كل خطوة شوف سي سالح قصة كلمك بالعسل تواحكين عن الانضباط ومعناها نحنا نتنب وكأنه ربما تفل منضبط ربما يكون منضبط وبش منظر المهوش لكن اللي فهمتوا انا يبدو انه الاطار الفني مهوش حاطته كأولوية خلنا من اللي يجيئ سعيد السعيب نفكر تعويله على مهوش في قدامه فيتأثر نفسها ربما من لعبي هنا يقولون يجب لا تأثر اشتخدم على لوحك تواصل لأنه لكاليتي موجودين فتتنفس مع النابي اليوم حمد العبي دي مطالب شارج على المستوي لأنه عنده برشا كاليتي نستنى فيه بشارج لأنه كان يرجع حمد العبي دي مستوي ويلقى دي بوت متاعه عليش انيس تفرك سوال التعالات الواهية يرجع المستوي يوتيزم ويرجع مش ومزير ويرع في جماية يسمع الكلوية لو انتي قرب كنت تحكي عليه فعلو ما بعض نانيس ادم قرب كيجا سعيد السابي عند كارد فيزيت اللي انتي كنت تلعب ولعب في الكيب ناسيونال وتذكر قبل المونديال قطر فما اجماع هنا علاش ما يكونش في قايمة المنتخب الور انتي اذا اليوم عملت ركور التالي انا من لوم السعيد السابي لومك انتي انا نفرض روحي على سعيد السابي باللي كالي تي سعيد السابي اه ما نصوروش بش يضحي بملاعبي بش يربحو مستحيلة حطوا انترونير في العالم الور رأي المشكلة عند الملاعبي كيف كيف نضم صوتي بخصوص اللاعب حمدي اللعبيدي عنده لكالي تي مرك ديبيوت عالمية لكن هنقولها بصراحة الملاعب هذي مش كنتو في مخ الملاعبي هذي انا نعرف ليزا كوتي بالقدي بالقدي ونقعد مع الناس اللي صنعوا الملاعبي هذي ونقعد مع الناس اللي عملوا اللي يكون ترال الملاعبي هذي في اللجون يقول لك الملاعبي هذي مشكلة هوني ولا في بالو كيدخل باريك اللي هو ميسي اللي هو كريسيانو هنية مشكلة كبيرة زاد الملاعبي رك ما عطيت شاي للنادي الفريقي عندك لكالي تي حمدي العبيدي اما راي الاماكن اليوم راي غالي في نادي الفريقي غضوة حمدي العبيدي اللي مركيت كونتر الاسبيرانس بونتو مزيان ومركيت كونتر سيساس بونتو مزيان وعملت اطراحة كبيرة رك اذا كم بش تواصل بالروح السلبية ذي رك بش تلقى روحك في جردان وما تلو مش روحك هنية حمدي العبيدي الكورة في سقيه هو رك مزلت صغير رك مزلت تتعلم رو بوك تعب وضح عليك برشة انا نعرف برشة حاجات ما نجيبش نحكاية في الميديا امور خاص يلزم له لا يداذا يشرف العائلة متاعه اللي ضحت عليه وعائلته الكبيرة اللي هي النادي الافريقي وقبل هذا كل رو مستقبل وغد وقدامه ينجم يمش يلعب في زبائي كبيرة يحط في قلب راو شو وهنا زادا رو يا صاحبي عندنا مشكلة كبيرة زادا ياما ملاعبية عدية تاكوتي مع الناشي مدربين معا كامل الاسف مع الناشي برشة مع الناشي مدربين يلي كي يخذلك ملاعبية يسقلوا يسقلوا راو اسمعني ما تحب ولا تكره رب برشة ملاعبية انيس ربما خلطت عليهم كانوا عندنا مدربين كان تخدم وكانت تسلح ويأخذ الملاعبية واحد ويضرب معها بالساعة ونصف بعد الانترين ما افونسنتر يماركي لك ناجير عملوا ناجير في الكورة التونسية وش خدم وش حذر وش طلع وش كون وش سقل من الملاعبية ما عاش موجودين ما عاش فهم غرامة قد رقب جاءونا جاءونا هدفين وجاءونا دي افونسنتر اسنان خيش اسمه توه انا نعطيك جويني خد السلام في مهرب الصحي لا لا جويني خي جويني ما كانش موجود وكان اسبيرانس ومسايبته اسبيرانس وبسيوه وعليش على خاطر جهيتم جويني في الاصل عنده لكاليتي انا شفته قدامي شفته في التيران وانا لوتا قبله هو تا يصيلي خنيسي سايبته اسبيرانس وش الضبط علاش 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 على خاطر اول حاجة ما نصبروش وما نعطيوش الشانس للملاعبي انتي كترى ملاعبي عنده دي بريميس دو كاليتي نكبش فيه خاطر ما عايزش فامة تاوة ملاعبية فما بالك انتي وقتل ابنا عندك ملاعبي كما ادم جرب انا واحد من نسم انا واحد من نسم كيفش يقولوه محروق علولاية لانه معبي دي كاليتي اما يزمو يتسقل فوزي صغير فوزي يزمو شو يزمو اذاك سيتان دون رار ما تلقاش في الملاعبية الكل كي تلقاه في اوروبا يبدأوا يوجو عليهم الملاعبية هذا سي السلاح هو البنك خطر انه تفعل معك قطل البنك البنك في النادي الافريقي يا سي السلاح شو بانك انتي كنت تكون فوكي في النادي الافريقي انها لحد يجا تعمل فرح في القائمة النادي الافريقي انها لحد يجا حدث في عدد اليوم الاجيانة التي تجعلها كمبيتتف في الحد والريكوبراسي هذا لا نتحدث عنها قاعدين لكي تكون مرتاح في مخك وشوفنا ميسي الأوقات الأخيرة في باري سان جرمان ميسي لا يوجد مرتاح وشوف ميسي وشوف ميسي وشوف ميسي في باري سان جرمان انا اقول الانتراج الاجيانة اليوم الاجيانة الاجيانة لا يستخدم سبايا لا يوجد الاجيانة لا يوجد الاجيانة ولا يوجد الاجيانة المشكلة الكبيرة في الجوارات التوانسة وانا لحظتها كما قال سالح قبيلة رأوا الانترنار والانتراج انا وقفني الانترنار بسخايب روح سيئ الرواديومان مركز زوز بونتوات في التهورية متع الماتش من غدوة اسمي مذكروش وهبط الانترنار لا يعني كالعادة والله الماتر عندي كتوة لا يعني كالعادة وقف الانترنار قال لي كان مكش فرحان تمشي كابين قال لي تردني قال لي الرواديومان كان في الكيب نشنال سويسرا وانتي تسخايب روحك تراشكون كابين عمل هيك بصبع قلت له كوتش اسكوز سكت على روحي روحت للدار نشتم وانتي قال لي ما عرفت نش شكون شكون انتي اليوم ربي سبحانه وتعال عادي كالتا قدم مجرب والله شي بكي لانك شفتك كالتا اللي عنده شفت عنده مستقبل كبير برشا لكن وينه التأثير وينه الكلام وينه الكلمة الحلوة وينه الماقل جوار سارت ممان معاش يقبل ولا تحوم وينساهم وينساهم معاش صحابه نفس صحابه لاني سخايب روح ووصل ويلا باسي وينتاب ولي روا ديمان انا الحاجة اللي خوفتني وما نحبش في الجوار تذو ما تصير لهم حاجة سيكون بعد ينزموا راه الكارير دان فوتبالير اللي تريكورت ما تنساش اصلك راه اخدم على روحك راه بش تكمل وراه الحب الجمهور ليك لليوم ونعرفوهم جوار الكل راه هذاك ما يتشيرش بالفلوس حتى بعد كاريرك هايزم الجويني في الاسبرانس انا حكيت مع اخويا مهر الكنزاري قتلوا مهر رو عندك جوار اكسبسيونال على اليبوك قل قتلوا رو عنده اندفو يطلع ياسر بالمرفق متاعه يريسك معناه يفول كوريجي صغير يعمل اي مهر الراول متاعكم باش نصلح لجوار ذاك وحاجة اخر اذا كان معمالش كارير كبيرة برش في التراجع ودبو رو كان يلعب مع جوار يخلص ترانة ولا كارنة ولا سنكن فوا بلوس كله دانك اوتماتيك ما اني تبا موتيفه باش عدي ايك الماتشوات ولا باش قلع بلاس شو موش في المطلق وفي العموم واساسيات اللاعب لكن مش معناها قدمه موش منضبط ولا فلاني مش منضبط ناااااا نساعله ايه خلووووووووووووووو من الصرح ايه معلومة اللي هو لكن حاجة بلكة شوف نحكيه على المالك القرون بلاسان هرأو الصول كير الماله اض في ماشسر نايت كان افضل احتياتي في العالم في النادي افريقيا ولا في غيره. راكي تستحق لكش دقيقة جمعيتك. بتاعتي ما عندك في دقيقة. باش تربح درجة. يهبتك درجة تربح نص ساعة. كيف 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 مالتاكون ديما حاضر باش تاعتي. وذات افريقيا عندها مو هاجمين اليوم يحزوها عليها الجمعيات. قد ربي المستقبل كل وخير. ووضح ان يسل باجي. ان شاء الله هروا احنا لغاية متاعنا. نعديه دي مساج بش حمله مسيليتهم واذا عنده اخطاء يسلح روحه لانه راعمر الليعب اللي قسير عشرة اثنى سنة يتلقى روحك كملت مسيرتك يتلقى روحك تعيش حياة كريمة ومرتاح يتلقى روحك تعب ولا ليتعب الملعبية متاعنا واحنا راو نحبوه حمدي العبيدي نحبوه ادم قرب حبوهم يخدموا بالخدمة راو قادرين بش يداركو ويرجو للطوب امتحام. من الافريقي مش نمشي ونحكي وعطى رجل هذه تونس